بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام السلام عليكم العاليات وشراكم يا بي تكونوا كامل بخير وتكونوا en bonne santé et en bonne forme يا رب العالمين اللهم رحمه وتانا وموتا للمسلمين وشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين أنا رحب بكم حبيبة قلبي كامل وحدة وحدة مرحب بكم دارداركم وأنا نضيفها عليكم ونشكركم كامل على الفيديو اللي فات يعني وسمحوا لي مقدش نرد للكم قاعد لي كومنتار يخاكوا تعارفوا ملفة كامل نرد لكم وحدة وحدة ميكم على بلكم آني مريضة بلا قريب بعيد شرا عليكم يعني حادروا حادروا على روحكم يعني لقريب راهي ديرحة لا عافا الله وإياكم الله احتا ولادي وراهو زادوا مرضون راجلي كامل كامل يعني الله مستعان وسمحوا ليش كتلكم بالخير إن شاء الله يا ربي ما طوش عليكم نخليكم مع الفيديو تعالها اليوم اللي جيت نحكي ما حبيش نديرو فغوتين بس كموا بعد يروحوا لي كامل وش كنت حابا نهضر الأخت يعني طلبت مني موضوع لرجلها يعني هاملها دوك لحط لكم الكومنتار تشوفوه ها هو يعني الكومنتار تاع الأخت هادي اللي الزوج تحا هاملهم قاعد لك يضل قاعد وحده وشاد البخ طابل وما يهضر لها معها لها مع ولاده لأي سبا يدي لها المشاكل ويزيد ما يخرجها ما يعني ما يحوز بها ما يعني هذا الزوج نقوله ربي هديها إن شاء الله ولكن قبل ما نبدأ نهضره في الموضوع نعرفه وشين هو الزواج زواج هو مثاق عاليد يعني الزواج بين شركين يعني الرجل والمرأة يتديروا يكونوا أسرة إن شاء الله يتكون أسرة ماذا بينا أساسها يعني الهدوء والسكينة أسرة يتعونوا يعني على الحلوة عفوا الأول مرة الشرك يعني يكون مع الزوجة تعه يعملها بما يرضي الله وهي يعني كيف كيف يعني الزواج مراهوش فيم الترك كما قولوا غير تحواس وتقلاش ولبسة وكما تشوفوا في لي فين ما شك هذا كوى الزواج الزواج هو مسؤولية مراهيش سهلة مسؤولية يعني ننتمنى وإحنا يكون زواج ماذا الحياة يعني يكونوا توافق بينهما باش هقدر يكونوا حياة سعيدة يكونوا أسرة سعيدة ويكونوا يعني متفاهمين ويحترموا بعضاهو وهذه هي ضالة هذا هو الزواج الزواج ما هوش لعباء ولا تمسخير يعني والرجل تانيك لازم يكون يهتم بالمرأة تاعه يهتم بالمظهر تاعه كما هي تهتم بالمظهر تاحها ما يهينهاش كما قولوا إحنا ما يسبهاش ما يأديهاش ويونسها يتبسل في وجهها يعاملها بما يرضي الله والرفق بها إظهار مشاعر الحب لها يعني المرأة تحبها ذاك الكلام الطيب ليكون من زوجها وتانيك هي تانيك سينومال تطينو كلام طيب يعني المعاشرة كما قولوا إحنا بالمعروف هذا هي المهم يا أختي الكريمة أنا أقول لك لازم تحوسدك على السبب الإهمال يعني زوجتي يشد التليفون ويقعد أكيد تقولي في الصالون ما على بالو بيك ما يهضر معاكم ما يقصر مع أولادو يعني شوفي أنا نعطيك نصيحة أولا كيفاش تبدي تتعاملي مع هذا الموضوع الحساس يعني ويقول لك إن شاء الله نتمنى يعني ما يكونش هذا الموضوع راهو عنده بزف بس كي لازم الزوجة تكون حريصة على هذه الأمور يعني كتشوف الرجل تحاملها يعني من الأول من البداية لازم تحضلوا حد ويعني تفهموا باللي هذا الأمر هذا ما راهيش مرتاحة منه بس كي حقوقها يعني هذه هي حقوق المرأة على الرجل ديالها ظالا دوك أنت وش ديري أنت عندك ولداتك ربي يحفظهم لك إن شاء الله خليهم يرقدوا وقعدوا راس مع الراس أنت والزوجة ديالك والسقسي يقولي له أنا حابة نفهم وعليش وليت هكذا سيخته إلا كان من الأول ما كانش هكذا يعاملك يعني أنا ما نشعرف الخصوصية تعكم يعني كتر أقشتي وش كتبتي لي راح نجاوبك على وش كتبتي لي دوك نقعد معه الرأس في الرأس وفهمي يقولي له وعليش رك هكذا وعليش رك تولت رك لاتي بادك التليفون وما لبالك شبينا وعليش ما تخرجني وعليش يعني وش كايين كعب في قلبك لازم تقولي تكوني قافزة على روحك يعني شوفي منحي طبايع اللي راك يتفيهم تيا بلك راك يديرهم وهادك ولا هم مقلق منك طبايع هذو وش يقدروا يكونوا يقدروا يكونوا ممكن انتيا راهو غري يدخل تبدي تبدي تشكيله الشيكية من المولاد ومن هي لغما المورة وش فهمت لغما المورة يسكن وحدك بس كايين ننسى هكذا الراجل يدخل من العمل تبدأ ها مولادك هبلوني أنا كرهت أنا ها يمك ها يختك ها يبابك ها أخوك ها يعني تبدأ الشكاوي من الباب ويكون دجاعيا يكون بلق قادر يكون عنده مشاكل في الخدمة ديالو يعني هذه هي الزوجة اللي عند هات الطبايع ويقول لك هات يخرج صراحة أن المرأة ما نحبش المرأة اللي ما تطهل لاش في روحة يعني كنت هدرت على هات السيو صح اليوم نحن هدر عليه يعني في البيت في البيت كي تنوضي صباح تشرب بيق هيا وتكل أخر عندك حوايج تأخذ وحدهم عندك كي تكملي شغلك تأخذ ديالوش ولا تدير غير تخسلي من حبش المرأة اللي تبقى لابس هذيك الجبه من اللي تنوض الصباح وي لابس هذيك الجبه ريحت لبصل فيها ريحت السردين ريحت العجافة ريحت الأوم ومع المهم الروائح الكريه كام ترفض هذيك الجبه كيف تعرفوا الميناش كيف نبدأوا نخدم الشغول كيف ولمطاش ب العجافة ولمطاش بالمظهر بالهند 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 باش هقدر تكوني ما من عمرك انتي اولا ومبعد اتيك للزوج الكريم هذي هي يعني ولا راك تديري هذي الغلاطات نقول لك غير فيق مع عمرك يشوف يعني راهم يشوف وشو يشوف براء رجال وش راهم البنت يعني صراح تنهبل يعني راجلك يقدر يكون هذي يشوف بلنت يعني ويحس بالملل معك هذي هي يحس بالملل ولا يقول لك علش أنا مرتي مات هلاش في رح هلاش لنشوف هكذا وعلي ش ظال هلاش هلاش بل كيش حمل سؤال راه يدور في راس هذي هي ويعني العلاقة الى دخلت في الملل يعني يكون الحال صعيب راح تقول صدقوني شوفوا الراجل إلا تعرف كيف تسير وتعرف كيف تتعاملي معاه والله العدي ما راح تكسبيه يعني نهدر علي الرجال يخفر ب الرجال يعمل عندهم معاملة يعني للناس ولا للزوجات ولا يعني رجل مسلم رجل يخفر لهذا نهدر علي ويقول علي راجل نهدر علي رجل هذو ما يعني قدر تكسبيه يعني كما أحب قلبك المهم تعرف كيف تمشي معاه وتعرف كيف تسير معاه الرجال الراجل تعرف يبلي حاجات ما ومش يحب هم انتي اي في تي هم ها تعرف حاجات يزعف اي في ما تدير يهم اياك تاني تهدري له مال اياك تهدري له اياك تقطع له في اماه هدا سوشي وحد اخر ميران يقول لك الراجل ما يحب ش على مال ه تاي من الراجل ما يلعب بيهم اني نهضر على الراجل الراجل ما يحب ش على مال كما انتي ما تحب ش على مال لك يعني يقول لك حداري بس بالك يقدر يكون ما راو شي يبين لك مي بصح هو افو راه في قلبه رفض عليك شحام الحاجة اللي راه زعم الدك هو في مي زو راه يعاقب فيك ظال هادي هي هو السبب شفي انتي احنا راه نهضر كامل عليك بس هو السبب اللي راه بقى محير لي هو حتى ولاد ولاد وما يلعب معهم وما يقعد معهم يعني هنا بالك ممكن عنده ضغوطة في العمل عنده مشاكل يعني يقول لك لازم تهضري معه قبل باش هكذا انتوصلوا من نتيجة ان شاء الله يا ربي تكون مرضية لانتمنون لك الخير حبيب تقلبي هذه هي المدابية نصائح للمدهم لك يكونوا نصائح ايجابية ما لش هقول لك بعيد الشر تروح للحاج دخل ولا لا بس هاد الحياة مراهيش حياتي لبقيت هكذا رحت مرضية رح يجيك اكتئاب يعني الوسرة تعكم يعني رحت شل نقدر الله رحت تشتت يعني لازم تتحكم انتيا في زمام الامور وما تقوديش يعني تقول لي اليوم 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 لا لا انت رجلك هذا احلالك احكم اهضري معاه راسك فرس وماش يقدم قلت لك ماش يقدم ولادك فهمي قولي له علش هكذا هدي ماشي معيش راني عيش ها كيف ما تخرج نيش كيف ما تهضر معانا كيف علش هكما انت شد التليفون هدي مدابية يجوبك عليها وعلش دايما نتيب التليفون على بيلي التليفون اتهبل وقال غاشي يعني يعني هم الإهمال هو العدو اللدود للحب يعني سيقتل الحب لازم يعني علاقة بينتكم راح تجد ديها وظالة هدي هي وش نقول لك تانيك دومي على الاستغفار ركعتين في جوح الليل يعني تدرعا لله بكي ودعي لرب إن شاء الله ربي يصلح لك زوجك وقول يا ربي ردلي زوجي ردا جميلا يا ربي العالمين بيش هكذا إلا كانت حاجة هكا ولي هكذا إن شاء الله رجل تاعك في قمعه ورسك الدعاء راح يغير القدر صدقيني حبيبتي والاستغفار تانيك راح تشوفي العجب من الاستغفار وأوقات الدعاء المستجابة ووقت كي أدن الأدان يعني ما بين الأدان وإقامة الصلاة وقبل ما يقيم الإمام الصلاة أنت تتعيف هدك الوقيت يعني بإذن الرحمن إن شاء الله هذه هي وتانيك نطيب كلام للرجال هدو ما اللي راهم هكذا يديروا للزوجة تتيلهم نتمنى يعني أي رجل راح يسمعني ولا أخي نقول لك أخي الكريم يعني الزوجة تاعك راهي كالزهرة يعني تتفتح وتظاهر ولا تهليت فيها وشفت الإهتمام وسقطها بالحب والعطف وكامل راح تت يعني تظاهر وتتفتح كي ما قلت لكم ولا يعني وتتبال إذا وتموت ولا صابت يعني عدم الاهتمام وعدم الرعاية من اللي راه يرعاها هذه هي وأخيرا نقول لكم يا معشر الرجال رفقا بالقوارن هذه هي الفيديو تعنات عنها اليوم نتمنى يا ربي كنت يعني كنت تفتكم بهذه النصائح ونتمنى يا ربي يعني تجي كي ما قلت لكم ما تنسيني شو تفرحيني بأخبار صار بإذن الرحمن قلكم نحبكم لايك للفيديو وبختار هكذا بشتعم الفائدة سلام وفي أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر